علاج الشح والبخل الشح والبخل ينتج من حب الشهوات وطول الأمل كيف يعالج؟ بالقناعة باليسير ذكر الموت النظر في الأقران ماذا حصل لهم وفلان 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 من التجار الكبار لما راحوا ايش خلفوا؟ ايش أخذ معه للقبر؟ ايش الأدلة جاءت في مدح السخاء والكرم؟ يعني يا أيها الناس أطعموا الطعام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وتدخلوا الجنة بسلام شوف أطعموا الطعام أول شيء بدأ به أطعموا الطعام أفشوا السلام صلوا بالليل والناس نيام اطعام الطعام من أعظم العبادات وأبواب الأجر بعين تفكر في مقصد المال الله خلقه ليش يعني؟ حتى تكنزه ولا تنفق وشوف الأجر ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان شف تأملوا في هذا الحديث فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا يعني البخيل لو تأمل في دعاء الملك الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا شف أعطي ممسكا تلفا يتلف ماله تتلف صحته يتلف خطير دعاء الملك هذا والله البخيل يعني لو بس تأمل هذا ممكن يحرك عنده شيء